موسيقى 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 جميلة هذه الأجواء الحقيقة ما نشاهده حاليا في هذه المناسبة التي كانت منتظرة والكل متحمس لها وفي انتظار انطلاقتها لا أطيق الانتظار أكثر لبداية هذه المباراة التي من المتوقع بأن تكون مثيرة جدا موسيقى الكل يطمح للنتيجة للصالحة لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا موسيقى مشاهدين متابعين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في المباراة الكبيرة يوم مرتقب والكل يحضر للاستمتاع بقمة منتظرة بين الفريقين سأكون معكم فارس عوض من كبيرة التعليق في هذا اللقاء وطموحات عالية في هذه المواجهة المغرب مواجه غانا يتخلص فيها من المدافع اللي كان مكلف بمراقبته كنا إلى خارج الملعب ضربة مرمى هذه تشكيلة الفريق صاحب الأرض استعرض لنا التشكيل الأساسي لغانا في مباراة اليوم ينطلق بكل قوة في مراتة الخطورة بانتظار تنفيذ الركنية بيرسل لكورا لوسط المنطقة تسديدة مباشرة في يد الحارس من بين كل النجوم الموجودين في الملعب يظل التركيز هنا على يوسف النصيري نحن هنا لتأكد كرصة للتقدم في هذه اللحظات حارس المرمى موجود يبعد الكرة اعتراض الكرة في مكان حرج والكرة بتتحول إلى خارج الملعب ضربة مرمى تألق كبير من حارس المرمى في الكرة الماضية تستمر النتيجة متعادلة لكن إذا استمر الضغط أعتقد أن التقدم سيأتي إلى محالة الآن قد نشاهد تحول في أداء الفريق يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر افتكاك ممتاز في 18 دفاع قوي وتدخل افتكاك الكرة أوهو تسديدها قوية تقدم إلى الأمام مع الكثير من الخيارات المتاحة ويليامز مرور ممتاز يتخلص من المنافذ يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها ولا فرصة لكرة مرتداء سوفيا بوفال فرصة لتقدم في المباراة عدت عدت مرت مرت التقدم ويأتي هدف الافتتاح يشعلون الأجواء يا الله على هذه البداية أنتابع الهدف مرة أخرى ولي كان من هجوم مرتد سريع بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة تحت ضغط كبير لكن عرف كيف يتعامل معاه ووضع الكرة في الشباك وليامز تصويب قوية والحارس يتصندها لتسديدها حكم يعلن عند دقيقة واحدة كوك مديل شوط أول ينتهي ونتجه نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني انطلاقة واحدة هنا في المساحة الموجودة على الجناح أوهو تصدي مجنون من حارس المرمى ضربة روكنية لو نفذت بنجاح سيزداد الفارق إلى هدفين بكل شجاعة اعتراض ناجح تمريرا في ظهر الدفاع الله على هذا الهدف هدف توسيع الفارق وتعزيز التقدم بفارق الهدفين الآن في الإعادة نلاحظ كيف الساهمات التمريرة بالهدف بشكل كبير ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن تكون هناك فرصة لإهدار مثل هذه الكرات ويليامز جوردان أيو ضغط جيد واستحادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات المتبقي فقط 30 دقيقة يقطع باتجاه العم لكن هنا تنتهي هذه الفرصة كان ممكن البحث عن حلول أفضل يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد فرصة خطيرة هنا يا رب كرة في المرمى اشتعلت المواجهة وعداما للتعادل هنا إعادة للهدف اللي جاء من هجمه مرتدة ليأتي الهدف بعدها من موقف 2 على 1 السؤال هنا أين كان الدفاع في هذه اللقاء يتمكن هنا من التجاوز والبرور أوهو خطيرة جدا في المرمى الآن التقدم أصبح بفارق هدفين في النتيجة نشوف كرة الهدف من جديد شوف كيف عدى شوف كيف تتجاوز المدابطة بشكل مهاري ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة نتيجة الآن ثلاثة تهدف لهدف هدفين يفصل الآن بين الفريقين رحمن حكم المباراة يشير إلى موصلة اللعب ما فيها شيء بعد تدخل غير شرعي في اللقطة الماضية بعد احتساب الخطأ أتوقع بأن تكون هناك بطاقة تخلص فيها من الدفاع يا عيني عن مرور تخرج الكرة إلى ركنية ركنية باتجاه المنطقة اعتراض ناجح للكرة العرضية سوفيان بوفال فرصة خطيرة نتبه اليوم بنا منزع هاتريك للمرات الثالثة ينزل الشباك أنتابع الهدف مرة أخرى واللي كان من هجوم مرتد سريع والانهاء ما كان فيه أي مشكلة المسافة كانت قريبة هدف جميل هنا المباراة حسمت بالفعل لم يحد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفاز ومن الخاسف الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا عرضية فيه منتصف الثمانتاش فرصة خطيرة اعتراض ممتاز ما زال يبحث عن طريقة وكأنه حارس بدون قفاز يضع جسمه في مواجهة الكرات الوحدة والأخرى اعتراض للعديد من الكرات الخطيرة جدا يبعدها ويبعد الخطر عن فريقه الوقت بدأ لطايع المحتسب دقيقتين فقط سوفيان بوفال تنطلق الصافرة الآن معلنة عن فوز أصحاب الأرض أداء كبير من الفريق سيطرة على الملعب نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد انتصار مريح يجعل الفريق عند تقى كبيرة في قادم الأيام يا الله على أداء الخيالي قدمه موفال لم يتدخر جهدا وقدم كل شيء ممكن تتوقع في كرة القدام تمكن من تسجيل هذا